نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيلة السباق الثاني والعشرين لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس نادي راشد الفروسية وسباق الخيلة حيث قام مدير عام النادي توفيق العلوي بتتويج الفائز بشوط الأول فيما قدم مدير العلاقات العامة حمد بن عيم الكأس الشوط الثاني ثم سلم سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة كأس الشوط الثالث لسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة فيما قدم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة كأس الشوط الرابع كما قام سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة بتقديمي كأس الشوط السابع